موسيقى احتمل اتفاق مع جهاز التنظيم لتصل اضمي لعلي انه يراعي كزيري وهتحقق منها لصالح مساكلة الجماعة اللي في حقني لو عاوزيني لعملين القادة طبعا الجديد في القانون ضريبة خطيمة المضافة واعتقد كلهم يعرفتو قبل كده بس لمحة سريعة عامة حد التسجيل اترفع على 500 ألف كنين في الفترة الحالية كل من سيتم إلغاء تسجيله عليه انه هو يقدم إخراج ضريبي على الفترة السابقة على تطميل قانون او على إلغاء تسجيله خلال شهر من حقه انه هو يقدم طلب للاستمرار في التسجيل لأن زي ما أحاولات بقى عفين انه في ناس كتير من الممولين يهموا انه يستمر لتسجيله لأنه عملاءه مسجلين وبالتالي بيحتاجوا فطورة ضريبية عليها ضريبة بحيث ان العميل بتاعه يخسل الضريبة اللي سندهانه من التكلفة بتاعه ففيه ناس كتير من الممولين المسجلين يرغبوا في استمرار التسجيل ده هستمرار التسجيل ونقذ عن طلبناه المستمردين طبعا بدون حد التسجيل المصادرين الممتجين لسلع الجدول كلهم ده بالنسبة للمرحلة الانتقالية في عملي برضو اقرار عن سلع جدول مع قيمة وظافة يعني في بعض السلع تغضع لضريبة الجدول بالاضافة للسعر العام للضريبة وده الهدف منه عشان يبقى واضح وصريح احنا كان عندنا سلعة بتغضع لسعر اعلى من السعر العام للضريبة فكان لابد ان احنا نحط فرق السعر في الجدول بحيث ان يبقى السعر واحد ما يبقى زي ضريبة المبعات بان احنا كنا بتلافع فضريبة المبعات اللي هو تعدد سعر الضريبة خمسة وعشرة وخمستاشر وخمسة وعشين وثلاثين وثلاثين وخمسة وربعين فحضلنا سعر الضريبة موحد اللي هو تم الموافع اليه وصدر بيه قرارت رتاشر في المية على ان يزد الى ربعتاشر في المية من بداية العام البالي القادم هذا السعر اللي تحط في الجدول عشان يكمل السعر العام بتاع الضريبة حيبقى ليه معالجة محاسبية معينة زي وزي الرسوم الجمهوركية انا عندي الرسوم الجمهوركية السلعة المستوردة بحسب الضريبة عليها ازاي؟ باخد القيمة سيف زائد كافة رسوم المسددة داخل الدائرة الجمهوركية اضربها في فئة الضريبة المستحقة لها هكذا هيتم معاملة سلع الجدول اللي تخضع للقيمة المضافة ان انا هاخد الضريبة بتاعتي على سلعة الجدول اضربها على القيمة وبعدين احسب ضريبة القيمة المضافة اللي هي السعر العام دي معالجة ضريبية سهلة ومؤسرة لان احنا اعتدنا عليها زي ما بقول لحضراتكم في معاملة السلع المستوردة الضريبة الإضافية اللي هي كانت نصف المئة اسبوعيا تم تعدلها وبقت واحد من نصف المئة شهريا دي خفضت الضريبة الإضافية من ستة وعشرين او سبعة وعشرين في المئة سنويا الى تمنتاشر في المئة سنويا الرصيد الدائرة اللي هيتم رده في ظل النبيعات ما كانش بيه حاجة اسمها رد الرصيد الدائرة وفي ظل قيمة المضافة استحدث رد الرصيد الدائرة المتراكل لمدة ستة فترات متتالية يعني لو فيه مصر او فيه تالي وعنده رصيد دائرة فعلي التي يتبخزون سلع الموجود لديه استمر لمدة ستة فترات ضريبية متتالية من حقه انه هو يقدم طلب باسترد الضريبة المستحقة على هذا الرصيد الهدف منها ان انا اوفر سيول الادا المنطج او التاجر ان هو يشتري تاني خمات وينتج وبالتالي انا مستخد يعني اذا تراجع عنه رصيد ومد ست شهور وطبعا على مستهى العالم النهاردة كل بيحارب حتة تراجع الرصيد لان استهلاك النهاردة احسن بقرة بيوفر سيول النقدية وبالتالي دي ما بيتخذفنيش ولا بتهلقني كمصاد قرائب برضو من الحاجات الجديدة في القانون معالجة بعض التعملات زي المقاصة بين المستحق والرصيد الدايل للمسجن لدى المصالح الإرادية التابعة لوزارة البلائية دي ما كانش موجودة فيه النهاردة بقى من السهولة ان واحد عليه فلوس في ضريبة المباعد وليه فلوس في ضريبة الدخل من حقه ان هو يقدم طلب وينحول الفلوس المستحق قليل للمبالة المستحقة عليه وبالتالي يقدر ان هو يمشي نفسه وميبقاش عنه ومشاكل مدينة طبعا دي كانت بعض ملامح التعديل اللي تمت على قانون بريكة النغاعد ومش هتكلم كتير عشان اتغبوا فرصتكم في الأسئلة قبل مادي الفرصة للأسئلة انا معايا فريق عمل في المصطح متخصص لان طبعا التشريع خلاص ممت دخلنا بقى دور التنفيذ دخلنا في إطار التنفيذ لابد من ان احنا نكون جاهزين للتنفيذ الجاهزية للتنفيذ احنا